مناسبة وما فيش مشكلة وارح اضرب وارجع مفيش مشكلة يعني روحت الاسبوع الثاني دوت احمد زاكي الله يرحمه الله يرحمه النادي الاهلي كان الاختبارات الاول في نادي الاهلي الجزيرة ايوا في الملعب الورا كمان الملعب اللي كان الفرع اللي جن ملعب مختار التيتش اللي هو الهوكي اللي كان نسمي الهوكي ده ملعب الهوكي ده اه فروحت دخلت النادي وانت داخل النادي الاهلي ايه حسيت بايه النادي الاهلي ليه رهبة تانية خالص بقى مجرد انت دخل من بوابة المعلمين وانت ملعب مختار التيتش البرج جنبك وتبص عليه كده وانت داخل كده وعايش بقى في حياة تانية طبعا يعني دخول النادي الاهلي في حد ذاته حاجة لها رهبة اول واحد قابلته في النادي الاهلي كم من اول واحد قابلته والله يرحمه كان راجل اداري كبير اسمه عم جمعة سرحان عم جمعة ده اساس النادي الاهلي ده اللي كان بيوقف على البوابة بينظمنا علشان ندخل عم جمعة سرحان الله يرحمه فدخلت كان عم جمعة عم مشاكر اللي دخل كان مسكنا في الاختبارات وقتها وكان بيختبر اللعبة ومسك الفرقة دي كان الكابتن علامة يهو علاء اه كان بطل اه اه كان مسك الفرقة دي فنزلت لعبتي في التأسيمة وانا في التأسيمة جبت اربع خمس تجوان نفس الكلام قال لي بكرة تيجي ويجيب ورقك ويجيب شهدت الميلاد والصور عشان ويجيب وليه امرك عشان تيجي طمد واسم ما بلتش وحب الناس زمالك وانت مروح يقول لك تعالى بقى وانا راجع بقى اه اقول لي بقى ايه هنشعورك ايه وانت راجع لا انا راجع بقى الاهلي وكابتن علاء اللي بتجيب ورقك دي بقى سعادة ما بعدها سعادة اه روحت البيت ولتولهم ايه انا راجع في القطر بقى سعيد القطر بقى انت راح عايز تروح بسرعة عشان تقولهم اه عايز تروح ابلغ والدتي اكلم والدي بره عشان اقول له انا بلت في الاهلي وعايزين ورقي والكلام ده السنة دي كانت مهمة في الدراسة فارجعت الوالدتي وقلت لها كذا 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 قالت لي ما فيش اهل السنة دي ولا فيه كرة تقعد تنجح السنة دي السنة الجاية هقولك روح العب كرة قلت لها بس فرص قالت لي ما فيش خلاص السنة دي تخلص شهادة بتاعتك درجات تنجح كان سنة كم سنة كان وقتها 13 سنة 13 سنة قيت تتخلص وبعد كذا تروح طب دي ما قيت لك كذا انت ما خفتش كده الناس بش هتفتحك تانا لما تروح النادي الاهلي انا كنت زعلان صراحة اه بس طول الفترة دي وانا بذاكر وانا انا حلمي النادي الاهلي كانش فيه اتصالات مع حد ولا كلمة ما انا هقولك بقى السنة اللي بعدها لما روحت الاهلي بقى اه السنة اللي بعدها لما روحت الاهلي أنا خلاص السنة دي ما رحتش وديت ورعي ما رحتش عشان تخلص الدراسة ولا مضيت ولا أعدت عشان الدراسة كنت في سنة كام كنت في سنة تلتة عدد تلتة آه شهادة عددية فلما رجعت بقى السنة دي وذكرت والحمد لله انجحت وجيب درجات كويسة قلت والديت عايزة أروح إلى أهل قلت لي لا خلاص يلا أنا وعدتك وعدتك تفضل وكانت كلمة الوالد في السعودية آه وقال الأوكي خلاص الأوكي رحت بقى الاختبارات تاني سنة دي نقل وقتها عن ناشئ مدينة نصر أيوة فروحت على بابة النادي بخلت اشتريت استمارة كان بوقتها باتنين جنيه آه فروحت فقعت الاتنين جنيه وخدت الاستمارة رحت الواحدة بقى الواحدة آه لا بيش حد يجي معاك خالص آه وما تلومش على الباب أنا عاوز الكابتن على أميجوك أو لا كذا 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 لأنا دخلت لقيت أعداد كبيرة جدا في مدينة نصر آه طبعا هناك الملاعب والمساحة كانت تستوع بأعداد كبير آه وكان النادي الأهل بيعلن عن اختباراته في مدينة نصر ده بش أقل من عشر تلاف واحد آه خمسين ألف مثلا آه آه أعداد كبيرة جدا فأنا داخل قعدت جنب الصور بقى بينظمونا كده فما قعدين فرق فأنا قعد جنب الصور آه جنبي وقى الرياض وحسين ياسر محمدي يا آه وإحنا قاعدين مستنين دورنا كابتن علامة يهوب معدي علامة برضو هو اللي كان موجود علامة في الكتابة فلا ما حك آه فهو معدي فشافني آه قال لي تعالى إنت مش جيت للسنة اللي فقتت يا ابني وقلتلك هات ورقك وصورك وشت الميات علشان تمضي آه قلت له يا كابتن منا كان عندي دراسة وعندي انتحانات وانا ما جيتش قال لي طب قوم إنت ما فيش اختبارات تعالى نادى الإداري قال لي تاخد رقنه عدل الوراء كان دا اللي داري آه آه قال له تيجي تاخد تليفونه تاخد عنوانه علشان نتوصل معاه ما فيش اختبار قوم هات ورقك وتعالى بكره يعني كابتن علامة يهوب محطة من محطات اللي هي كان لها بصمف آه مع وسامة حقيقة آه كان دا البداية في الاختبارات في النادي الأهل الجزيرة وفي النادي الأهل مدينة وصف انت ليك اللي فيه كذا محطة اللي خدك من الزأزيق اللي إسماعيلية وبعد كده رجعت اللي خدك من الزأزيق للنادي الأهل النادي الأهل علاقة ما يهوب ليك محطتين لما شابك دا قول كواسة لو ما تغيرش آه كنت هدخلش الاختبارات تاني هتدخل الاختبارات تاني وتتشاف وتنزل يعني تلعب التأسيم الصغيرة خد مضيت بقى ولا عملت ايه جيت تاني يوم آه رحت تاني يوم وجبت ورق ايه على طول رحت في نفس اليوم ورجعت آه سفرت آه لا رجعت تاني يوم تاني يوم آه ما انا واخد بالي رجعت تاني يوم وكنا لما بنمضي بنمضي في النادي الأهل الجزيرة مقر الإداريين هناك اللي التوقيع والكلام ده فوقتها خدت عمي بقى جي معايا وكان والدي مسافر فخدت عمي وروحنا النادي الأهل الجزيرة وجبت شات الميلاد والصور والاستمرات ومضيت وبصلت راح بقى رسمي من العيلة بقى آه آه وكانت يعني دي البداية وكان يعني دخول النادي الأهلي كان لحظة يعني الواحد ما ينساش وانت في الفترة بتاعتك اللي انت دخلت فيها وماضيتك وخلاص آه هل انت فكرت في وانت كده معادي وقى انت كنت بتدرب وقى خلاص في مدينة نص مدينة نص بعدت خلاص على الملعب التيتش آه مش كده؟ ملعب التيتش كنا بنرجعه بقى لما كبيرنا شوية آه كان كل مطشاطنا في ملعب مختار التيتش ما هنعرف يكون الناشئين لا انا بتكلم عن التدريب اللي كنت تدرب من نص لأ التدريبات كلها كانت في النادي الأهلي من نص طيب الجيل اللي كان بيلعب معاك انت وانت بتلعب في الناشئين انت دخلت تحت كم سنة؟ كن دخلت موسم ستة وتسعين سوعة وتسعين كان سنك كم سنة؟ كان وقتها تقريبا ممكن تلاتاش اربع تشعر سنة مين بقى كان معاك في الـ تفتكر النجوم اللي كان موجودين معاك وكملوا بعد كده ولا ما كانش بيحد كان فيه آه وقى الرياض موجود معانا كان فيه اللي كان اكبر مننا شوية كان حسام غالي لما ما كانش ليه فرقة ويعني ضم معانا ام ام كان فيه شريف اكرامي كان حارس افتكر الصورة دي طيب الصورة دي بقى هاتلي كده بقى اللي قاعد من تحت مين؟ كان دي وحنا كبار فريق الشباب اه وكانوا ضمين فريق الشباب مع الفريق الاصغر كان طبعا المدرب بتاعنا المدير فني الكابتن ضيا السيد كان مجد طلبة معاك اوه كان مساعد كابتن مجد طلبة كابتن عصام حافظ كابتن طارق وده اللي ده رحمد فوزي اه كان تحت وقى الرياض قاعد تحت ايوا هو اللي قاعد ده في الوسط ده اه ده اللي هنا في حسين علي اللي قاعد في النص هنا ده كان لقى في الناد الاهلي وكان لقى في بيتروجيت قبل كده اه فوق على اليمين من فوق احمد بلال هناك انت اللي جنب مجد طلبة انا اللي جنب الكابتن مجد طلبة اه انت مرضو واعب فوق في جنب المدرب على طلبة ده احمد بلال احمد بلال اللي فوق واللي بعديه ده كان لعيب اسمه عمر عبد السلام كان الاهلي جابه من شرر التأمين اه وجنبيه احمد السيد محمد فضل احمد فضل اللي بعد محمد السيد بعد احمد السيد اه اه اللي بعديه ده كان عمر وصفي ده كان اسمه حسن ده اسمه عمر يعني الحمد لله نساء كريم عادل أحمد نبيل كان حارس مرمة تحت هنا عرف عباس هنا كان اسمه حسين فاهمي كان اللي في جنبي ده اسمه حمد السعيد كان من المنصورة يعني اللي تحتيك مين بقى ده كان هاب عبد العاطي هاب عبد العاطي ده كان من العيبة برضو الجامدة في نص الملعب يعني في وقت اكتاع النشي طيب قبل بقى ما نخلش برضو نتكلم على الصورة وذكرياتها معاك انت خلاص بقيت في تحت 14 سنة ولا 13 14 سنة مين كان مدربك وقتها كان الكابتن محمود صالح هو الاول مدرب يعني مسكنا في النادي الاهلي وانت بقى ما بتروح نادي مدينة ناص انت بتروح مجرد ان انت خلاص مبسوط ان انت في النادي الاهلي وبتلعب في النادي الاهلي ولا كنت بتفكر انا ليه ملعبش بفكر انا نلعب ماتشاتك كان في التتش طبعا بس مين من النجوم الكبيرة اللي انت كنت بتشوفها ويتقول اه انا نفسها بقى زي اللاعب ده يعني كان في الفترة دي كان فيه كان فيه مجوم كبار طبعا في الاهلي بيلعبه وقتها اللي بيلعبه في مكانك كان طبعا كابتن حسن حسن كان وقتها احمد فليكس كنا بنتفرج على كان دول مهاجمين نادي الاهلي احمد مكنش لسا عمد متعة لا لا كنا احن لسا صغيرين كنا لسا صغيرين في الوقت ده واحن صغيرين ده كان الفريل اول بتاع النادي الاهلي لما كنا بنروح الملعب مختارة تيتش ونقعد نتفرج عليهم قبل المتشات بتاعتنا طيب المدرب لما أجيبي أول تدريب لي أول تفتكر أول حاجة على الهلك إيه في النادي الأهلي لما انضمت للفرقة خلاص وانت حسيت أنك بقيت أساسي فرقة 13 أو 14 سنة أول حاجة على الهلك وإيه في الناشئين ده من كانوا يعلمونا يعني روح الفنين للحمر دي كانت أهم حاجة عندك إزاي؟ كان يقول لك إزاي؟ إزاي أنت كلاعب في النادي الأهلي بتقاتل على كل كورة إزاي أنك أنت لازم كل مباراة تلعبها أنت محتاج تكسب فيها وحتى لو ما كسبتش لازم تسيب انطباع كويس أنك أنت مأسرتش تأدي اللي عليه حاجات كتير كانوا بعلموه لنا في قطاع الناشئين وقال لك أنك الحمد للعب عن المركز الأول إنسى أي مركز صاني غير الأول آه لدرجة أنا فكر برضو ترجمة نانسي قنقر